اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء ان العلاقات البحرينية السعودية وما تحملها من منجزات راسخة وتطلعات واعدة هي مبعث فخر واعتزاز للجميع منوها ان مسار العلاقات الثنائية الممتد عبر التاريخ دليل على عمق الروابط الاخوية وانعكاس حقيقي للمواقف الثابتة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله وشاد سموه للعهد بالدور المحوري الذي تقوم به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السموه الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود في تحقيق الامن والاستقرار للمنطقة مثمنا جهود المملكة العربية السعودية الفاعلة تجاه قضايا الامتين العربية والاسلامية والتي ترجمتها بمواقف أثبتت بأنها الحصن الحصين الحامل الجميع دوما جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصة الليظبية اليوم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث أثنى سموه على جهود السفير السعودي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مما كان له الأثر الملموس في الدفع بهذه العلاقات نحو أفق أرحب من التعاون المشترك متمني سموه له دوام التوفيق في مهامه المقبلة كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على السحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه عرب سعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك أل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عن بالق شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مشيدا بالدعم الذي لقيه خلال فترة عمله في البحرين مما أسهم في نجاح مهامه ترجمة نانسي قنقر